اشتركوا في القناة لكفاءة وقدرة فرسان البحرين هو فارس البحرين الأول والقدوة والداعم لمختلف الرياضات من أجل الارتقاء بمسيرة البحرين في مختلف المجالات لا سيما المجال الرياضي جلالة الملك المعظم الحريص دائما على أن تعتلي مملكة البحرين منصات التتويج وأن تكون حاضنة لمختلف الرياضات وخاصة المرتبطة بالخيل والفروسية منها ولطالما أشاد جلالة الملك المعظم بما يحققه فرسان البحرين من بطولات ونتائج متقدمة في السباقات العالمية والذي رسخ من مكانة المملكة الرفيعة وسجلها المتميز على خارطة سباقات القدرة وأعطى الصورة المشرفة لكفاءة وقدرة فرسان البحرين حيث يؤكد حفظه الله ورعاه بحضوره ودعمه المتواصل على الاهتمام الكبير برياضة القدرة البحرينية وتوفير كل مقاومات النهوض بها وتطويرها لرفع راية مملكة البحرين على منصات التتويج الإقليمية والعالمية وانعكاسا للدعم الملكي لرياضة القدرة البحرينية وتحقيقا لتطلعات العهل المعظم حفظه الله ورعاه جاء تتويج سمو الشيخ ناصر بن حمد بالمركز الأول في بطولة العالم للقدرة التي أقيمت في أبوظبي مؤخرا كتأكيد جلي على أن هذه الرياضة البحرينية الأصيلة تحظى بالدعم بالإضافة إلى تحقيق المراكز المتقدمة في العديد من المشاركات المحلية والإقليمية والدولية والتي حققت فيها مملكة البحرين والفريق الملكي للقدرة أرقاما ومراكز لا يستهان بها لتؤكد مملكة البحرين بذلك أن الرياضة القدرة البحرينية هي رياضة بمعايير عالمية وتطمح دائما للمراكز الأولى على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر